موسيقى من جبل صهيون عند كنيسة صياح الديك المكان اللي أنكر بطرس فيه الرب يسوع اللي هو كان أصلاً بيت قيافة بدأتكلم عن الخطأ المحاكمة الدينية طبعاً نحن نعرف أن المسيح وقف أمام حنان ثم قيافة ثم مجمع السنهادرين لكن السؤال ما هو الخطأ في هذه المحاكمة أول شيء ما كانش فيه تهمة يعني دفعوا رشوة ليهودة الإسخريوتي 30 من الفضة وجاء إلى بستان جتسماني وسلمهم يسوع المسيح طيب شو هي التهمة اللي أنتوا مسكتوا فيها يسوع أو ألقيتوا القبض على يسوع المسيح فإذن قبضوا عليه بدون أي تهمة وأيضاً برشوة شيء آخر أنه ابتدأوا يضربوا فيه العنف والإيذاء والاستجواب قبل الاعتراف وأنه يعرفوا شيء هي التهمة شيء آخر مهم جداً بحسب الكتابات اليهودية أنه المحاكمة ممنوع منعاً باتاً تجرى في الليل أو في أيام الأعياد فهن كسروا القوانين أولاً كانت المحاكمة في الليل ثم كانت المحاكمة قبل يعني بالليل في عيد الفصح وهذا طبعاً ضد القوانين اللي هم وضعوها كمجمع سنهدريم كمجمع للتشريع أيضاً شيء آخر في المحاكمة شهود الزور الناس عم تشهد عليه في داخل المحاكمة وكل الشهادات متعارضة متناقضة والشيء الآخر أنه كل الشهود كانوا مع بعض المفروض أنه تستجوب شاهد وراء الآخر كل واحد على حدة حتى تكتشف الصح من الخطأ وشو اللي صار فعلاً في هذه المحاكمة فهذه الشهادات كانت كلها باطلة وكلها مزيفة ثم طبعاً طلب يعني بشكل آخر أنه يسوع يعترف أنه مجرم أو أنه ارتكب خطأ شيء آخر طلب من يسوع أنه مش بس يسمع كل هذه التناقضات وممنوع يفحص الشهود المفروض أنه كمان يسوع لازم يفحص الشهود اللي شهده ضده فلم تعطى أي فرصة ليسوع المسيح ثم أحبائي كيف تجرى هذه المحاكمة بهذه السرعة ثم أحبائي هذا مجمع السنهادريم المفروض يكون فيه مصداقية شفافية وضوح واضح أنه رؤساء الكهنة كانوا ظالمين كانوا فاسدين عم بحاكموا القدوس البار شيء مهم جداً ندركه في هذه المحاكمة تغيير التهم عم بيسألوا يسوع المسيح أخيراً رئيس الكهنة استحلف الرب يسوع أنت ابن المبارك أو ابن الله وعندما اعترف يسوع قال فعلاً أنا ابن الله مزق ثيابه فقالوا أف طب كويس وجدنا التهمة التهمة هي التجديف لكن شيء آخر لازم ندرك أنه برضو التهمة غيروها عندما أرسلوا يسوع ليحاكم المحكمة المدنية أمام بلاطس قالوا أنه ملك يعني ما جبوش سيرة تهمة التجديف بكلمات بسيطة حوكم المسيح قبل استجوابه وحوكم يسوع المسيح في نفس الليلة ومات في نفس اليوم وهذا كله مناقض لجميع المحاكمات فعلاً مهزلت المحاكم لكن كل هذا تم بمشورة الله المحتومة حتى يموت حمل الله الفصح في دخول الفصح لتتميم النبوات لأنه هو الذي أخذ خطيانا اشتركوا في القناة